ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتتابعت الآيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعامها نحن في الأعرف وهكذا سائر صور القرآن الكريم كلها تدور على إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة هداية الإنسان إلى ما فيه رشاده أو رشاده في دنياه وفي آخرته وتتحدث آيات القرآن الكريم جميعا عن أقوام جاءوا قبلنا أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا هداية فاستجابوا فكيف كانت عاقبتهم وعن أقوام أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا هداية فمزقوا هذا الدليل وصدوا عن هذه الهداية وكفروا بها يحدثنا القرآن الكريم كيف كانت عاقبتهم والكلام في هذا وهذا وهذا دعوة لنا نحن أن نتمسك بهذه الهداية التي جاءتنا من حضرة الله تعالى القرآن الكريم بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيا الشباب ويا بنات ويا أيها الإخوة والأخوات إذا قرأتم القرآن الكريم فاذكروا أنه رسالة الله تعالى إليكم ليسعدكم في دنياكم وآخرتكم أفرادا وأسرا ومجتمعا بل ليسعد البشرية الآيات اليوم تنتظن في هذا المعنى وفيها حديث متابعة عن بني إسرائيل وبني إسرائيل لهم حديث طويل في القرآن الكريم وقد أرسل الله تعالى لهم أنبياء كثر وكان سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من آخر هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لبني إسرائيل وقصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى وكيف أعنتوه وشقوا عليه وضيقوا عليه وآذوه وكيف كفروا بما جاء ترد مرارا في القرآن الكريم والكلام لكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم احذروا أن تفعلوا فعلتهم احذروا أن تسيروا بسيرهم هناك سيصيبكم لا قدر الله مثل ما أصابهم فهذا موقف جديد في هذه الآيات من مواقف سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر تذكرون مررنا على حادثة السحرة بين يدي فرعون وكيف جاء سيدنا موسى عليه السلام وكيف ظهر الحق وزهق الباطل وكيف آمن السحرة وفرعون بقي على عناده وبقي على كفره الآن فرعون أراد أن يبطش بموسى وبالمؤمنين معهم فما كان من سيدنا موسى في آخر المطاف بعد أن يعني أراد فرعون أن يقتلهم إلا أن هرب بالمؤمنين معهم ووصلوا إلى شاطئ البحر والبحر المذكور هو البحر الأحمر والحادثة أن سيدنا موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر أمره الله تعالى أن يضرب البحر فكان هذا البحر إنشق إلى ثرق كثيرة مرت بها المؤمنون أو مر بها المؤمنون من بني إسرائيل ولحقهم فرعون وجنده وقد رأوا البحر يتحول إلى يابسة ينشق ويتحول إلى يابسة مر سيدنا موسى عليه السلام ومر المؤمنون معه حتى جاوز الطرف الآخر للبحر والبحر صار أرضا وإذا بالبحر يطبق على فرعون وعلى ملائه الكفر يقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر المؤمنون الذين ساروا مع سيدنا موسى تحول البحر أمام أعينهم إلى أرض وهم قد مروا فوق هذه الأرض يعني الأمر يقين مئة بالمئة وجاوزوا هذه الأرض وأطبق البحر على فرعون وهم رأوا كيف أغلق البحر على فرعون وملائه وكيف غرق فرعون وملائه قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر لكن الحادثة بأن إيمانهم يبدو كان جديدا قال فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ شَاهَدُوا قَوْمًا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ وَهُمْ مُلازِمُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ فَإِذَا بِهِمْ يَقُولُونَ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَاهًا يعني صنما كما لهم آلهة نريد أن تكون لنا أصنام مثل أصنامهم نريد الإله أن نراه بأعيننا أن ننمسه بعيدنا نريد أن يكون في قبالتنا قالوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ آلهة طيب ما أنتم قبل قليل الله عز وجل نجاكم من فرعون وملائه أنتم قبل سنوات كان فرعون يقتل أبنائكم ويستحيي نساءكم أنتم قبل سنوات مرت عليكم الطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم أنتم قبل سنوات نتقنا فوقكم الجبل وإذا بهم يكفرون مرة ثانية ويطلبون من سيدنا موسى عليه السلام أن يعبدوا الأصنام قالوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قال لهم سيدنا موسى إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها أيعقل أنت أن تتوجه في حركاتك وسكناتك وصلواتك إلا إلى الله أيعقل أن يعيش المسلم ليتبع زيدا من الناس أو عمرا سواء أمره بما يرضي الله أو بما يغضب الله أيعقل المسلم من أجل حفن من الأموال مستعد أن يحلف يمينا كاذبة مستعد أن يكذب مستعد أن يقتل مستعد أن يعتدي على الأعراض أيعقل المسلم أن يصير لأجل شهوة عابرة ممكن أن يتخلى عن دينه وعن التزامه يقول لهم سيدنا موسى عليه السلام قل أغير الله أبغيكم إلها معقول اذكروا ماذا أنعم الله تعالى عليكم أنتم تغرقون في نعم الله تعالى اذكروا النجاة التي نجاكم الله تعالى بها كيف تطلبون مني صنما وهو فضلكم على العالمين بأن أرسل فيكم أنبياء وأرسل فيكم موسى وسيرسل عليكم كتاب هداية تهتدون به فضلكم على عالمي زمانكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون اذكروا الله الذي نجاكم يسومونكم سوء العذاب يذيقونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إذن هذا موقف من بني إسرائيل بعد أن من الله تعالى عليهم بالمنى للجسيمة ونجاهم من العلل الكثيرة فإذا بهم يعودون يطلبون أن يعبدوا غير الله تعالى الكلام عن بني إسرائيل بس دير بالك يكون الكلام أو هو الكلام يخصني ويخصك أحيانا شاب ملتزم أكرمه الله تعالى بالالتزام وأكرمه الله تعالى بصفاء السريرة وأذاقه الله تعالى لذة مناجاته وأكرمه الله بحضور مجالس العلم وصار ممن يكلون كتاب الله تعالى وصار ممن يدرسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يحب أحد أصدقائه في الجامعة وهذا صديقه في الجامعة بعيد منه شرير وسيء فيأخذه شيئا فشيئا باتجاه الفجور باتجاه الضلال باتجاه هوى النفس باتجاه الخمور باتجاه أكثر ما هو من الخمور تسأله لك يا أخي أنت كنت من أهل الجوامع أنت كنت من أهل القرآن أنت كنت من أهل الحديث فما شأنك لك يا أخي بحبه كثير وما بقدر خالفه أمر الله أكبر أغير الله أبيكم إلها من هو الإله؟ الإله هو الذي تتوجه إليه بالعبادة والعبادة هي ذل مع حب تتذلل إليه وتطيعه وتحبه معقول أنت تطيع وتحب من يدعوك إلى الضلال مرات واحد بيكون معلمه بالشغل يأمره بالضلال يأمره بالمنكر يأمره بالسوء يقول لك يا أخي بدنا نعيش بدنا نعيش يعني أنا كل هالشغلات اللي بيقول أنا ما بحبها ما شو بدي أعمل؟ إذا أنا بعارضه بيفصلني من الشغل وإذا فصلني من الشغل بتعريف يعني لا ما في شغل شو بدي أعيش أنا ومرتي أولادي؟ الله أكبر ليش أنت تعبد المال أو تعبد الله عز وجل الكلام عن بني إسرائيل هم عبدوا غير الله حقيقة بس دير بالك يا أيها المسلم ديري بالك يا أيها المسلمة مشان تتبع الموضة لو كانت تخالف الشريعة تقول لك أنا ما بحب كثير ما بحب التزمت الله أكبر يخشى لو أنها تفهم هذه الكلمة يخشى عليها من الكفر ما بحب التزمت شو يعني ما بحب التزمت ما بحب الدين يعني وتصف الدين بأنه تزمت وهي بدي هيك يعني بدي شغلين نص نص بدي الدين بس على الموضة يكون يا بنت ديري بالك أنت مشان تتبعي هواكي باتباع الموضة أن تكتبي مع الذين يعبدون غير الله تعالى أنت لا تريدين هذا الشيء بس احذري أن تسلقي في هذا المسلق والبداية هو الشيطان يبدأ مع الإنسان في هذه الأمور ثم يذهب به إلى الموبقات ثم يذهب به إلى الكفر والضلل قال الله تعالى وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّا مِيقَاتُوا رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كان الله عز وجل قد وعد سيدنا موسى عليه السلام أن ينجي بني إسرائيل من فرعون وملائه وأن ينزل عليهم كتاباً هو التوراة فالله وعد سيدنا موسى أنه سينزل عليه التوراة لكن قبل أن يستلم سيدنا موسى عليه السلام التوراة وعده الله تعالى أن يخلو بربه أربعين ليلة ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة لأن الله عز وجل الآن سيكلم سيدنا موسى واحد يكلم الله عز وجل ما بليق أن يذهب إلى كلام الله تعالى حتى يصفي قلبه حتى ينور قلبه حتى يهذب نفسه حتى يذهب من قلبه الران والسواد والأطغان لأنه لا يكلم رب العالمين فوعده الله تعالى أربعين يوما انقطع فيها سيدنا موسى عليه السلام عن قومه وتفرغ للعبادة في جبل سيناء مثل هذا التفرغ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بتتذكروا بغار ثور يتحنث الليالي ذوات العدد مهيك أو بغار حراء كان يتحنث الليالي ذوات العدد ستنا خديجي رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني من الهلال إلى الهلال والله يكرمنا هيك بس نطلع على مكة مع بعضنا البعض نطلع مع بعضنا هيك على غار حراء نروح على جبل النور نطلع على غار حراء غار حراء يا أخوان بدك تتسلق هيك ثلاثة أربعة ساعة بعد أن تحملك السيارة من الحرام إلى سفح الجبل شيء عشر دقائق السيارة وبعدين بدك تطلع لك ثلاثة أربعة ساعة تصل إلى مكان ما ترى فيه إلا الجبال وترى فيه السماء ربما يمر من بعيد طير وربما لا يمر بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد إلى أن صار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدة للقاء الملك جبريل عليه السلام والله عز وجل في سورة الكهف حدثنا عن فتية أوه إلى الكهف يعبدون الله عز وجل في ذلك المكان فكان أنهي الله لهم من أمرهم مرشلة نحن اليوم بشهر رجم وبعد ستين يوم سنستقبل شهر رمضان وبعد عشرين يوم من رمضان تبدأ ليالي القدر شو رأيك بهالستين يوم هاتمانين يوم تشتغل هيك على قلبك وعلى روحك وعلى نفسك حتى تتلقى تجليات الله تعالى في ليلة القدر الصالحون يا أخوان منذ أن تبدأ أول ليلة من اليالي رجم يستعدون لليلة القدر طبعا طبعا يلي استعداده كبير سيأخذ عطاء أكبر ويلي استعداده ضعيف أو ما فيش استعداد كمان العطاء يليقوا بما فعل الطالبي اللي محضر منيح للامتحان وتطلع العلامة بتبيض لوش ويلي قبل الفحص بدايتين قاعد يقرأ كم كلمة تطلع العلامة تليق بها الدايتين يا شباب وأنتم تسلكون إلى الله عز وجل أنوار الله عز وجل بدي قلوب طاهرة تعالوا اشتغلوا على قلوبكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الأيام الستين في هذه الأيام الستين تعالوا نصوم أنا أعلم بأن بعضكم ومن غيركم يصوم رجب شعبار رمضان في كل عام يصومون إلا إذا أنت ما كنت هيك تنين وخميس صوم أو صوم صوم داود كان يصوم يوما ويصطير يوما إذا ما كنت هيك صوم تنين وخميس ألا فيكم من يصوم تنين وخميس بكل السنة اللي هيك يزودون شوي بس اللي ما بيصوم تنين وخميس تعالوا نصوم تنين وخميس يعني إذا واحد ما بيصوم تنين وخميس طيب صوم ثلاثة أيام البيض بس ما معقول أقل من هيك يعني حتى تهيئ روحك لاستقبال تجليات الله تعالى في شهر رمضان سيدنا موسى عليه السلام سام صام الأربعين يوما بس مو بالصيام بدك ذكر كمان الآن يا أخوان الليل طويل ساعة ستة وعشر هم بيقدن الصبح في الساعة أربعة اتلو كتاب ربك قم بين يدي ربك ناجي ربك صفق أقدامك لسؤال ربك ومناجاته أطل السجود في الساعة خمسة اعمل جرب هذا الرمضان هيك الآن في عندك ستين يوم استعداد وشوف كيف أول ليلة من رمضان ستكون في هذا العام مختلفة عن كل الأعوام السابقة اللي في عنده استعداد يأتيه الإمداد فسيدنا موسى عليه السلام سيكلم الله معقول أنا أكلم الله عز وجل وفي قلبي ما في قلبي من الأطغاني والشروري والراني والسواد ما نمشي الحال سيدنا موسى سيكلم الله فوعده الله تعالى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه ربعين ليلة الآن سيذهب سيدنا موسى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربهم فهلأ صار سيدنا موسى في الحضرة الإلهية وسيكلمه الله عز وجل يقول أحد المفسرين في قول الله تعالى ولما جاء موسى بعد أربعين يوما من الذكر والعبادة والتفكر والإقبال على الله والصيام قال جاء موسى مجيء المشتاقين جاء موسى بلا موسى جاء موسى ولم يبقى من موسى شيء لموسى جاء موسى بلا موسى لك أنت يقولك تجي لعند الله بلا إله إلا الله وتجي لعنده بزكاءك وتجي لعنده بقوتك وتجي لعنده بعبادتك وتجي لعنده بعلمك وتجي لعنده بغناك وتجي لعنده بالدروس اللي بتحضره وتجي لعنده بفهمك بدك تجي إلى الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بدك تجي إلى الله بالفقر بالذل بالمسكني هناك يفتح لك أما إذا جيت بزكاءك خير إن شاء الله ذكي روح دبر حالك وإذا جيت بعبادتك معجب بعبادتك أنت صائم ذاكر قائم خير إن شاء الله خليك مع عبادتك أما إذا جئت بلا إله إلا الله فتح لك لذلك يقول بعض العارفين إني نظرت في الطرق الموصلة إلى الله عز وجل فوجدتها مزدحمة إلا باب الذل فلم يكن مزدحمة باب الصلاة في كثير ناس جاي من الصلاة أنا أتصلي كثير والذكر كمان أنا بذكر كثير تلاوة القرآن أنا بذكر القرآن كثير وبالصدقات كمان أنا بذكر كفالة الأيتام يا رب أنا جايب لك كم يتيم عند ألف يتيم أنا كفلانون يا رب قال لقيتها الطرق كل مزدحمة بس في باب هيك الذل افتقار ما في عليه كثير ناس فإنت إذا جئت إلى الله عز وجل أيها الأخ وأنت أيها الأخت إذا جئت إلى الله تعالى فتعالي بلا إله إلا الله قل يا رب أنا ما عندي شيء كان الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى أقول أنا ما مني شيء ولا عندي شيء ولا أعلم شيء كان إذا حدث طلابه يقول أي سادة هذا اللا شيء يحدثكم هذي عم يحكي معكم لا شيء أنت لما تجي عند الله عز وجل وأنت لا شيء يقوم الله عز وجل يعطيك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما نبت مما لم يدفن من خير فقير إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا يا لطيف يا أخوان شو عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عمله لا أنا عملي أنا عم بيلكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عملي لا يدخلني الجنة معنات عملي أنا شو عملك انت شو انت عملك شو إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله لا يدخله الجنة لذلك إذا جئت إلى الله لا تأتيه بعملك ائتيه به لن يدخل أحدكم عمله الجنة ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أنا رحمة الله هي التي أعتمد عليها وإلا لا أعتمد ولا على شيء أنا فعلته أصلا الشيء الذي تفعلونه أيها الإخوان ونفعله إنما هو بفضل الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه الله بكيفية الله بها أعلم كلمه الله بلا واسطة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال بعض المفسرين لما سمع الخطاب لم يتمالك حتى قال أرني أنظر إليك على أدما لذة خطاب كلام حضرة الله تعالى استولت عليه أراد أن يستزيد قال رب أرني أنظر إليك وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام بس هيك أنت تكثر لجأك إلى الله وقيامك للليل وتهجدك ويكثر منك تلاوة القرآن والذكر والصدقات والصيام تشعر حاجتك إلى الاستزادة من هذا العمل الصالح جاء أن يتجل الله تعالى عليك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني لأن الطاقة البشرية لا تتحمل أن ترى جلال حضرة الله تعالى عظمة حضرة الله تعالى قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يا موسى لتتأكد بأنك لا تستطيع ببشريتك أن ترى حضرة الله تعالى انظر إلى الجبل فإن الله سيتجلى عليه فإذا الجبل ثبت وهو الأقوى منك وأشد منك وأضخم منك إذا الجبل ثبت يمكن أن يحدث شيء قال فلما تجلى ربه للجبل تجلى يعني إن كشف أمر الله تعالى إلى الجبل وإن كشفت قدرة الله تعالى إلى الجبل وإن كشف نور الله تعالى إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكار صار الجبل ترابا كيف أنت أريني أنظر إليك قال وخر موسى صعيقا من هذا المشهد أصابه الإغماء أغمي على سيدنا موسى فلما أثاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تبت إليك من أن أسألك أن أراك وأنا أول المؤمنين بأن بشرا في الدنيا لا يرون حضرة الله تعالى لكن يا أيها الإخوة من فضل الله علينا ومن رحمة الله تعالى بالمؤمنين ومن كرم حضرة الله تعالى أنه وعدهم أنهم سيرونه في الآخرة قال الله تعالى وجوه يومئذ ناطرة جميلة مضيئة إلى ربها ناظرة الله يكرمنا بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم ثلاثة في الجنة خير من الجنة النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة خير من الجنة قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي صحيح لن تراني بس أنت أكرمتك بأنني اخترتك واصطفيتك لتكون رسولا فاصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين الآن ستسمعون أيها الإخوة هذا الكلام لسيدنا موسى بس نحن نريد أن نتعلم ونفيد منه قال الله تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيء لعلكم تعلمون أن كتب السابقين من الأنبياء نزلت جملة واحدة صحف إبراهيم جملة واحدة التوراة جملة واحدة الإنجيل جملة واحدة لكن القرآن الكريم نزل منجما ومفرقا فالله عز وجل أعطى سيدنا موسى الألواح قال وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة أوامر الله يا إخوان ما بيصير تقع على الأرض أوامر الله تحملها الأرواح تحملها المهج تحملها الدماء تحملها الأعناق تحملها الرؤوس تحملها الأجساد إذا الله عز وجل أمر أمرا خذه بقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة يا أيها الإخوة إذا التزمتم هم التزموا في درب الله تعالى بقوة ما حدا يلتزم نص نص الله هادي يتكلم إذا صف البكالوريا بده قوة وبده عزيمة وبده اجتهاد مزبوط حتى الناس تقول كالوريا ها بده هزكتاف إذا التاسع بده قوة إذا الشهادة بده قوة إذا التخرج بده قوة طيب كلام الله بده هيك يعني واحد يجي زحف يجي شد عجبت لأناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل إن سحبك سحب قل يا أخي جاي الدنيا على رمضان يا شباب يا أيها الإخوة والأخوات خذ الكتاب بقوة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها مو بس النبي بده يأخذها بقوة مو بس سيدنا يحيى بده يأخذه بقوة مو بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قونا ثقيلة كمان قوم من يمشون وراء الأنبياء يعني أنتم من يقولون اهدنا الصراط المستقيم يعني أنتم لازم تأخذونا كما أخذ الأنبياء نأخذ أوامر الله بمهجنا بس تسمع الله يقول فورا حاضر وبقوة كمان بس تسمع رب العالمين ينهى حاضر لبيك اللهم لبيك وبقوة أنا خدامك يا رب على راسي يلي بتريده هو بيصير فليتك تحلو والحياة مريرة والله لو الدنيا كلها بدها تصير صعبة ومشقة وقلة وفقر وموت إذا الله رضيان ياطوب لك قال وأمر قومك يأخذ بأحسنه هذه الأحسن مصروفة عن معنى التفضيل لأن التوراة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى كلها حسن لأن القرآن كله حسن لأن أوامر الله عز وجل كلها حسن لأن تعليمات الله عز وجل كلها حسن وأمر قومك يأخذ بأحسنها يعني يأخذ بحسنها يأخذ بالأوامر الحسنة ثم قال الله تعالى ختم سأريكم دار الفاسقين يلي ما بدهم يأخذوا أوامر الله يلي ما بدهم يتبعوا ما أمر الله عز وجل هؤلاء فسقوا عن الطريق المستقيم يقال بأن القطار إذا خرج عن سكته فقد فسق أنه لازم يمشي على الصراط المستقيم لكنه فسق فالله عز وجل قال سأريكم دار الفاسقين سترون عاقبة الذين لا يأخذون بكلام الله وأوامر الله وسترون كيف ستكون خاتمتهم يا أيها الإخوة نحن إذا جلسنا نتدارس القرآن الكريم بيننا فإنما نتدارس لنستمطر رحمات الله عز وجل في هذه المجالس ونحن نرجو من الله عز وجل أن يلقي الله تعالى في قلوبنا ما يدفعنا إلى العمل كل منا فيما يستطيع حتى إذا نظر الله تعالى إلى قلوبنا ونظر الله تعالى إلى أجسامنا رأى قلوبنا مصرفة إليه وأجسامنا مستغرقة في طاعته فرضي علينا نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة